تقريبا أو أكثر أنت غيرت تعرفوه في الهاتف في هذه المدة صرفت عليها كيفاش عرفت أنت من هنا عندي هذه الممتلكات كلها خي بصراحة ولا ما كنا لا لا بصراحة أنا هنا في البرنامج بجنها ضروا بكل صراحة وبكل أرياحية تفضل أنا هكذا أنا خأم الصباح اللي رح نبيع العقار عمل آب تاعي والعمام اللي عشي يندي ماري من الصباح اللي رحنا في الكات كات عندي السيارة أقدر طالع جبتها من دبي الوحيدة بتزير تقريبا في ذاك الوقت نطلع بها نهار هذي الكات كات قدو نرجع بسيارة سبور لمبرغيني غير قدو نرجع بأرسي زيت سبور سياراتي في الغاراج تلاس سيارة ولا أربعة في الغاراج تاعي كما نحب نخرج يعني نشوفوا أنه شاب الجزائري يحب سيارات الفاهرة أو سيارات أنت واشنوا هالسيارات اللي كنت تقودهم باش خلات مسابك هادوه كنت عندي طيوتا لمبرغيني سبور لخرى لومبورغيني طيوتا كنت عندي طيوتا ستيشن در مليار وسبع مجلي طالب بار رخيسة جوي كنت عندي أرسي زيت سبور هاد الصور حين يمروا معنا في البرنامج نعم ونخليه هنا المشاهد ربما يعلق الوحده لتقصي الحقيقة نزلنا إلى ولاية لمسيلة وبالضبط ببلدية عين لحجل للاستفسار عما يسرده لنا فصل حول ممتلكاته وحقيقة الفيلة التي وهبها لصهره على أن يرجع أهاله ماديا بعقاراته عنده ديار كانوا عنده سيارات فخمة كان إنسان قادر يقدر يدير الشيء لفوق الطاقة فايصر العزيزي نعرفه بالطيبة الأخلاق بالسماحة بالعمل الخير إنسان صاحب أرزاق كان يجينا معناها بالسيارات بالعقارات فايصر العزيزي نعرفه باسم الشارع باسم اللي كما نقوله هنا الحاش نعيط لهنا الحاش هذا إنسان فتع ليه ربي بالرزق عمه توفى ربي يرحمه في فرنسا هذه اللي اللي نعرفها القصة تاعه أنا كان جاري أنا بقى لك عشرين سنوة جاري فتع ليه ربي بالرزق تع عقار بدأ يبيع في العقار هو هنا المنطقة هنا معروفة هنا بدأ يبيع يعني الناس وكل شترة عليه والله يبارك جاية جاية كما يقولوا هنا بسيارات وبسكنات وراك شيء في العقار كدعوا تبيع فيه يعني مش عقار تاع رشما وزوج بلك حتى 200 و 300 رشما بدأ يبيع فيها وبدأ يدخل في الدراهم وسيارات واشترا سكنها واشترا كل شيء الدار هو كان صار له أمور معنى سابه كانوا معنى يعزوا بعضهم بل بزاف أنا بروبوزيته ليه وأنا شاهد فيها باللي يكتب الدار لينسيبه وكيقول انسيبه هذا يقول لا لا راح كين الحل أنا اللي راني شاهد راني أنا النوت فامي أنا اللي شاهده أنا اللي بروبوزيت الشهود وكتبها في سيدي إيسا وروح على أساس من يحتاجها يرجعها له هذا هي أنا انسيبه اتصلت به شخصيا هدرت معاه باي رجع لما أنا هذي اللي انسيبه ما رجعهاش ما حبش يرجعه جليمت الدخش